ضغوط على كريسترشون لتحجيم دور الأزدي وأندرشور تمد يدها مجددا عائلة سويدية تواجه ورطة في تركيا والسبب شركة سياحية أخبار السويد من الكمبيس أهلا بكم المفاوضات لتشكيل الحكومة اليمينية الجديدة في السويد تجري بهدوء وتكتم ما تسرب من المفاوضات حتى الآن يشير إلى وجود ضغط متزايد على أولف كريسترشون المكلف بتشكيل الحكومة لإبقاء حزب ديمقراطي السويد الأزدي بعيدا عن السياسة الخارجية الضغط يأتي بشكل أساسي من حزب الليبراليين إضافة إلى قسم من المحافظين أنفسهم حيث يتوقع هؤلاء أن تسعى الحكومة الجديدة للحصول على دعم من الاشتراكيين الديمقراطيين فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ومن غير الواضح ما إذا كان الأزدي سيقبل بهذا الشرط أم لا السياسة الخارجية للسويد كانت سببا أيضا في أن تمد رئيسة الحكومة المنتهية ولايتها مكدالين أندرشون يدها لأولف كريسترشون مجددا الهدف إبعاد الأزدي عن منصب رئاسة البرلمان أندرشون أعلنت اليوم أن الاشتراكيين الديمقراطيين على استعداد للسماح بتولي حزب المحافظين لرئاسة البرلمان شريطة أن يدخل المحافظون في محادثات معهم أندرشون لفتت إلى أهمية المنصب باعتباره ثاني أعلى منصب في المملكة أو أعلى منصب منتخب مشيرة إلى أن رئيس البرلمان له دور مهم في الزيارات الخارجية وخصوصا خلال رئاسة السويد للاتحاد الأوروبي مطلع العام المقبل وسيصوت البرلمان الاثنين المقبل على منصب رئيس البرلمان للفتة البرلمانية المقبلة وتعد رئاسة البرلمان جزءا من المفاوضات الحكومية الجارية التي بدأت الاثنين الماضي فور تكلف كريسترشون بمحاولة تشكيل الحكومة تداعيات التعبئة التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بورتين أمس ما زالت تلقي بظلالها على العالم اليوم أعلنت وزيرة الخارجية السويدية أن ليندي أن الاتحاد الأوروبي سيتبنى عقوبات جديدة ضد روسيا ليندي قالت أن الاتحاد سيمضي على الفور أو سيمضي على الفور في حزمة عقوبات ثامنة وسوء واصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا وزاراء خارجية الاتحاد عقدوا الليلة الماضية اجتماعا عاجلا على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وقالت ليندي أن الاجتماع اعتمد بيانا مشتركا يدين بشدة تصعيد الروسي ويؤكد عدم الاعتراف بما يسمى الاستفتاءات التي ستجرى على أرض محتلة في شرق أوكرانيا وردا على سؤال عما إذا كانت السويد سترسل أنواع جديدة من الأسلحة قالت ليندي إن هذه المسألات تتعلق بالحكومة السويدية الجديدة لكن هناك أغلبية سياسية واسعة تؤيد الاستمرار في كل من العقوبات والدعم العسكري فنادق في مدينة أعلانيا التركية تطرد عددا كبيرا من السياح السويديين فوضى كبيرة ورجهت حوالي خمسين عائلة سويدية اضطر بعضها إلى مغادرة فنادقهم الليلة الماضية وكان السياح قد حجزوا باقة متكاملة عبر شركة ديتور السياحية تتضمن حجز الفنادق والطيران غير أن الفنادق قالت إن الشركة لم تدفع مقابل إقامة السياح عدد من الفنادق قام بوضع ملسقات تقول إن شركة ديتور تم بيعها إلى شركة أكبر ما يعي أن جميع معاملاتها قد توقفت وطالبت الملسقات من المسافرين دفع ثمن إقامتهم في الفنادق والاحتفاظ بإصالات الدفع لاستعادة أموالهم في وقت لاحق ووجه كثير من المسافرين صعوبة في الدفع طالبين من الفنادق إمهالهم حتى موعد صرف الرواتب في السويد غدا الجمعة محكمة مقاطعة بليكينغ تقرر احتجاز الأم المشتبه في ارتكابها اعتداء عنيفا على ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الاثنين الماضي أثارت ردود فعل غاضبة في السويد بعد أن أظهرت عنفا شديدا من الأم الشابة تجاه ابنتها حيث كانت تصفعها وتركلها بقدمها وتحبسها في الخزانة الشرطة تمكنت من التعرف بسرعة على المرأة والمقبض عليها فيما تولت الخدمات الاجتماعية السوسيال رعاية الطفلة على الفور محامي دفاع عن المرأة قال إنها تعترف بالاعتداء من الدرجة العادية لكنها تمكر الاعتداء العنيف عددا من الأقارب أو عدد من الأقارب وصف الأم بأنها دعاني من عدد من المشكلات وأنها ترعى ابنتها بمفردها وكان الفيديو الذي انتشر أظهر اسم الأمر الذي تسببه في وصول رسائل تهديد إلى أسرتها رغم أن العديد منهم ليسوا على تواصل معها قرر حزب الاشتراكين الديمقراطيين ترشح رئيس الوزراء السابق ستيفا لوفين رئيسا لتجمع الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية الأوروبية وتشكل المجموعة البرلمانية للاشتراكيين الديمقراطيين ثاني أكبر مجموعة في البرلمان الأوروبي وسيعقد المؤتمر الذي سيشهد انتخاب الرئيس الجديد في الرابع عشر من أكتوبر المقبل في برلين رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها ماجدالينا أندرشون قالت أن ستيفا لوفين أوروبي حقيقي لديه الكثير من الخبرة والاحترام وهناك اعتراف في أوروبا بالموقف القوي للاشتراكية الديمقراطية في السويد ودول الشمال بعد الخبر نصل إلى الختام للمزيد لا تنسوا زيارة موقعنا الكمبيس بونكت اس اي إلى اللقاء جيبة أبوكاس جيبة في الروس في أبوكاس تريم تاب شارك في رحلة نجاحنا اس اي موبلر